انفجار الأنبيب الذي حدث من يقف وراءه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لحد الآن ليس هناك من طرف أعلن هذا الموضوع الحكومة تقول مصدر رسمي أن العملية تخريبية والانفجار ليس طبيعيا وليس الأول من نوعه كذلك كان قبل خمس سنوات هناك عمليات استهداف لأنابيب الغاز في أربع نقاط في تلك الفترة وعادة ما تكون المعارضة في الخارج هي الأدات المنفذة لهذه الرغبة المدعومة إسرائيليا وغربيا ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفجير أنبيب بيترول إلى أي مدى ما حدث في هذه المرة مرتبط بهذا التصعيد غير المباشر بين إيران والدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة نعم هو ليس المرة الأولى يعني ذكرت أنه قبل خمس سنوات كان هناك تفجير يعني أربعة تفجيرات في أنابيب الغاز إيران كلها مرتبطة بشبكة وكما الماء والكهرباء يصل لكل بيت الغاز أيضا يصل ولكن أنابيب الغاز هي موجودة على الأرض خارج المدن وتحت الأرض في داخل المدن من هنا إمكانية استهداف أنابيب الغاز موضوع يعني سهل وليس مسألة معقدة في تصوري أنه نعم يمكن أن يكون مرتبط بشكل مباشر بارتفاع وتيرة التقابل بين إيران والكيان الصهيوني وبين إيران وبين أمريكا بالتحديد وعادة المعارضة الإيرانية هي موجودة إما في فرنسا كمنظمة مجاهدي خلق أو في أمريكا كمنظمة أتباع الملكية وهذه التنظيمات تتعامل مع الأنظمة الغربية في تنفيذ إرادتها في الداخل الإيراني وسبق أن تم اعتقال الكثير من هؤلاء وأدلوا بتصريحات في هذا الإطار على التلفزيون مباشرة ما حجم الخسائر غير المعلن الذي يمكن أن نتوصل إليه في ظل هذا القرار من إيران بتوقف أنبيب الغاز في منشآت صناعية مهمة اليوم يعني قبل ما يقارب النصف ساعة أعلن وزير النفط أنه تم السيطرة يعني هناك أولا تفجيران وليس تفجير واحد التفجير الأول هو في بروجين في محافظة شارمحال بختياري وتم السيطرة عليه والآن الغاز يتدفق إلى البيوت والمصانع بشكل طبيعي والانفجار الثاني هو في صفى شهر في محافظة فارس وهذا الآن فرق يعني الإطفاء تقوم بعملية إطفاء هذا الحريق والحكومة وعدت أن الغاز سيتدفق بشكل طبيعي حتى المساء في إيران هناك فرق متخصصة في السيطرة على هكذا حوادث والموضوع قد لا يستغرق إلا ساعات وخاصة أن هناك المحافظات عادة لا يتدفق الغاز من خلال أنبوب واحد من خلال مجموعة من الأنابيب وهذا ما يجعل وضع إمدادات الغاز للبيوت والمصانع يبقى طبيعيا رغم هكذا تفجيرات لا يمكن قراءة ما جرى بدون تصريح اللواء حسين سلامي القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني دكتور ريوران وكأنه يقول بأن إيران مستعدة وعلى أغبة الاستعداد لحرب طويلة الأمد عن بعد هل هكذا يفهم من تصريحه؟ هذا التصريح يأتي على خلفية استهداف سفينة برازيلية كانت تنقل حاويات إلى إيران في منطقة قريبة من باب المندب في بحر العرب بالتحديد وهو أراد أن يقول يعني إذا أراد الطرف الآخر أن يدخل في لعبة أنه ضرب الناقلات بشكل يعني الناقلات المتوجهة لإيران فإن إيران ستقوم بذات الموضوع ضد هذه الأطراف وحذر الأطراف الغربية من الدخول في هكذا فعل ورد فعل يمكن أن يحدث ما يحدث الآن في باب المندب هو قرار يمني خالص نعم إيران على علاقة وثيقة باليمن وبصنعاء وأنصار الله ولكن هذا لا يعني أن هذا القرار إيراني وأن الغرب يستطيع أن يستهدف البواخر المتجهة لإيران ولكنه على رغم ما تقول هناك من يقول بأنه قرار إيراني دكتور بيران وإلا لما يتوجه مثلا عبداللهيان إلى بيروت مؤخرا ولقائه بحسن نصر الله مثلا وحزب الله في حرب مفتوحة الآن وفي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل أيضا لا يعني علاقات دبلوماسية هي مسألة طبيعية يعني الآن بلينكين يذهب رابع أو خامس سفرة كانت له إلى إسرائيل هذا لا يمكن أن تفز في الاستنتاج دكتور بيران حين يلتقي وزير خارجية إيران مع الأمين العام لحزب الله وليس رئيس الحكومة يعني هناك علامات تساؤل كثيرة تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن إيران هي من تدير كل هذه اللعبة الإقليمية الآن فيما يتعلق بالحرب في غزة لا أولا ذهاب السيد أمير عبداللهيان وزير الخارجية إلى بيروت هي تأتي ضمن إطار دعوات متقابلة وهو التقى بالسيد محبيب وزير الخارجية والتقى بالسيد ميقاتي رئيس الوزراء والتقى في نفس الوقت مع قيادة حزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية يعني هو لا يتجاوز الدولة المستقبلة وكذلك عندما ذهب الآن إلى قطر هناك دعوة رسمية في هذا الإطار وكذلك سوريا من هنا يعني زيارة السيد أمير عبداللهيان ولقائه مع هذه التنظيمات هو نعم يؤكد علاقة إيران مع هذه التنظيمات ولكن هذا لا يعني أن قرار هذه التنظيمات مصادر إيرانياً لا هذه القرارات تتخذ من قبل هذه التنظيمات رغم أن العلاقة بين إيران وهذه التنظيمات هي على أعلى المستويات شكراً جزيلاً لك دكتور حسين رويوران من طهران